السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم فيديو جديد معلومة في دقيقة باللغة العربية هنشوف ازاي ممكن نعمل Load Query Directly to Pivot Table مشكلة ناس كتير بعثتلي عليها لما بيجي يعمل Load Query طبعا لو كبيرة قوي اكتر من مليون رو مش قادر ان هو يعمل لها Load على Table بيروح يدور زي ما انا عندي في Office 65 بيروح يدور زي من الامثال بتاعتي يدور على حاجة في Load To Window يدور على Load To Pivot Table مش بيلاقي بيلاقي بس Load To Table او Only Create Connection هنشوف ازاي احنا ممكن نستعمل Only Create Connection وبعد كان نروح نعمل Create Pivot Table ونختار حاجة اسمها Use An External Data Source عشان نتغلب على المشكلة دي للناس الفيرجن بتاعتها مش بتاعتها مش بتاعت Load Directly to Pivot Table تعالا نروح بسرعة على الامثال زي ما تشاف حراك انا مجاهز Table هذا الامثال في حوالي 30 Line و 3 Columns Color و Month و Quantity تعالى نبعاته على طول على Query حتى نعمل كده ندوس على شرطة بتاعنا Alt A P T سنجد Power Query Editor اسم القويري جاء من اسم الامثال لا يوجد مشكلة الامثال الامثال اعمل Change Type لا يوجد مشاكل في Data Type كلها مزبوطة Automatic الامثال جاهز اعمل Load To و هنروح على Close & Load Close & Load To الPower Query Editor سيقفل و هتفتح لي Import Data دي اللي فيها المشكلة انا عندي اربعة options هل رأيك شايف كده ممكن يكون عند حرك بس اتنين options اللي هو Table واخر واحدة اللي هي Only Create Connection بس ان ما فيش مشكلة ممكن هكت تختار Only Create Connection و تدوس على OK هتلاقي القويري بتاعتك زهرت على يمين و مكتوب تحتها Connection Only بعد كده ممكن اقف على اي حتة فاضية وليكن G3 و ممكن استعمل الشوتكات بتاع انشاء Pivot Table اللي اسمه Alt & V هيفتح لي Create Pivot Table Window هتلاقي default وقف على Select a Table or Range انا مش عايز اعمل كده انا هروح على option التاني Use External Data Source هتنورلي تحتيها الحتر هكت شايفها دي اللي مكتوب فيها Choose Connection لو دست عليها هيفتح لي الويندو اسمها Existing Connection وهتلاقي اسمها Connection In This Workbook دي اللي يهمني اللي باقي كله ما يهمنيش وهتلاقي اسم الكويري بتاعك موجود هنا هو اسمه Query اللي اسمها Quantity موجودة هنا هو لو قلت له Open وبعد كده اوكي هو كده فعلا كاريت Pivot Table ومعندكش اي مشكلة خالص هتلاقي ال Fields بتاعك موجودة هنا ممكن تديله اسم و Enter تعال بسرعة ناخد Color في Columns وناخد Month في Rose وناخد Quantity في Values بقى عندك Report جاهز شكرا جدا لوقتوكو يارب تكونوا استفدتو والسلام عليكم ورحمة الله موسيقى 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 موسيقى